إلى الدكتور حمزة حسين الموسوي التدريس في مديرية تربية بابل عن بحثه الموسوم فقه الحوار عند الإمام الحسن المجتبى عليه السلام السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دامع الزر السيد الأمين العام للعتبة العباسية المباركة السيدات السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بحثي الموسوم فقه الحوار عند الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من المهتمين بقضية فقه الحوار عند أئمة أهل البيت عليه السلام أعتقد هذا البحث الرابع في قضية فقه أهل البيت عند فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعند أمير المؤمنين وهذا البحث الآخر المقصود بالفقه ليس الأحكام الشرعية إنما فقه الحوار أي فهم الحوار عند الإمام الحسن سلام الله عليه الحوار وثقافة الحوار المفقودة في أكثر الشعوب وأكثر المجتمعات ثقافة الحوار غائبة في بيوتنا غائبة في دوائرنا في مؤسساتنا غائبة في كثير من المؤسسات والحوار انطلق من القرآن الكريم أنا قبل أن أتحدث عن بحثي وعند وقت الحمد لله ربع ساعة كما هو مطى في هذه المنصة القرآن الكريم ذكر الحوار إذا ما نقول كل حوار كل القرآن أكثره سنقول الشكل أنه حوار أعطي نموذجين من الآيات المباركة في القرآن الكريم وحوارية القرآن حوارية القرآن الكريم لما نأتي إلى الآيات المباركة قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 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 هذه الحوارية قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شوف هذا قال أخوه كثير القرآن مملوء من هذه الحوارات نموذج آخر قال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم والقرآن مليء بهذا هذه الآيات المباركة فأنا أقول أكو إشكالية في قضية غياب الحوار القرآن خصوصا داخل الأسر العراقية وهذا التأثير في العلاقات لذلك اليوم نرى الكثير من الأسر متفككة بهذه العلاقات التي غائبة عنها ثقافة الحوار الحضاري والثقافي لذلك القرآن استخدم هذا الحوار اللطيف هايو أولا ثانيا أرجع إلى بحثي بحثي جاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وآله ألا أن الحسن ابن علي قد أعطي من الفضل ما لم يعطى أحد من ولد آدم ما خلى يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله من هذا المنطلق اخواني كان الإمام الحسن المجتبى عليه السلام صبق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وكان الحديث عنه وتدوين سيرته الشريفة محط اهتمام المؤرخين قديما وحديثا قديما وحديثا وإحصاء مناقبه الشريفة ليكون منارا دنيويا ينتفع به الجميع وينهلون من سيرته العطر دروسا ذات أثر مميز في المجتمعات الإسلامية ومن الظواهر التي تمثلت بالإمام الحسن سلام الله وتحلت بها شخصيته الكريمة هي صفاته البلاغية صفاته البلاغية والفصاحة في الكلام فقد كان عليه السلام من أروع البلاغاء من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وأبيه أمير المؤمن أمير المؤمن سلام الله عليه وأقدرهم على الإجاز والإعجاز والإبداع في الحوار الحضاري والثقافي ومؤثرا في الآخرين من خلال الفصاحة وفصل الخطاب وقد ترك لنا عليه السلام إرثا عظيما وحكما بالغة تحتوي على أصول الآداب الاجتماعية والأخلاقية والنصف حتى قضية النصيحة تحتاج إلى حوار لذلك الإمام الجواد سلام الله عليه محمد بن علي يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول من من ينصحه القبول من ينجي من ثقافة الحوار إذا ما كان أكد ثقافة للحوار ما راح يأخذ المقابل كل شيء من الناصح لذلك حتى القرآن فيه الكثير من الآيات المباركة في قضية النصيحة لأن أيضا تحتاج إلى حوار والنصح والوعظ والإرشاد الذي تحلى بها الإمام سلام الله عليه نجدها في احتجاجاته ومناظراته العجيبة لما تحتويها من دقة الإسلوب ورقة الكلام وضخامة المادة العلمية فيها في خطب الإمام سلام الله طبعا يهدف بحثنا في حوارات الإمام الحسن سلام الله عليه واقعا يهدف إلى مهام كبرى زاخرة بالفخر والسمو والارتقاء في حوارات الإمام سلام الله عليه إذ رسم معالم ومواقف عظيمة عظيمة البيان جليلة المضمون أنا رح أنطي نموذجين إن شاء الله إذا سمح لي الوقت من هنا جاءت هذه المحاولة البحثية للتعرف على جهاده ومواقفه الإنسانية للدفاع عن الحق والعدل وعن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هذه الولاية التي ضمنتها ودافعت عنها واستشهدت من أجلها فاطمة الزهراء روح لها الفداء لو أننا بحثنا في قضية الخطبة الفدكية لوجدنا مختصر كل كلام فاطمة الزهراء سلام الله عليها نخلص إلى أن دفاع يعني إثبات إثبات دفاعها عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله فأئمة أهل البيت عليه وسلام من بعد استشهاد أمير المؤمنين كلهم وقفوا هذا الموقف المشرف المبارك لولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأنا ذكرت كما أسهمت السيدة فاطمة الزهراء بخطاباتها سيما خطبتها الفدكية في إثبات ولاية علي سلام الله وذلك بوضوح البيان الخطابي والكلامي عبر الحوار الحضاري والثقافي فاقتضى الأمر أن يكون البحث طبعا في تمهيد ومبحثين التمهيد جعلته ما رح أنا أخذ الوقت اللي نطيتني التمهيد التمهيد ضمنته أنه ما يحتاجه الحوار من متطلبات الحوار من ضوابط للحوار من قواعد للحوار فعرفت الحوار وأخذت شنو الضوابط وأحلى ما يتحلى بضوابطه وقواعده وقواعده هم أهل البيت عليهم السلام من أعلى ما قدموه في مسألة الحوار والتأثير على الآخر أما المبحث الأول فقد كان عنوانه القرآن الكريم في خطب وحوارات الإمام الحسن سلام الله ما أعتقد كما راجعت حوارات الإمام حتى وإن لم يذكر الآية المباركة يذكرها ضمن ضمن كلامه ضمن خطب الإمام الحسن سلام الله فهناك الخطب الموجودة للإمام الحسن تحمل في طياتها القرآن الكريم أي آيات من القرآن الكريم يعني لو أخذنا مثلا النموذج من هذه الخطب خطب الإمام الحسن سلام الله عليه بعد وفاة علي عليه السلام وذكر أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أيها الناس وأعتقد قبل قليل ذكرت على هذه المنصة هذه الخطبة ولكن نعيد وكلام أهل البيت كالقرآن الكريم كلما تعيد كلامهم كأنك تقرأه لأول مرة يا أيها الناس لقد فارقكم رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون لقد كان رسول الله يعطيه الراية فيقاتل جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره فما يرجع حتى يفتح الله عليه ما تركه ذهبا ولا فضة إلا شيئا على صبي له وما يترك في بيت المال إلا سبعماء درهم فضلت من عطائه أراد أن يشتري خادما لأم كلثوم ثم قال من عرفني بهذا المال المقصود ثم قال فقد عرفني عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن ابن محمد النبي صلى الله عليه وآله ثم تلا هذه الآية أنا قصده هنا ثم تلا هذه الآية قول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أنا ابن البشير أنا ابن النذير أنا ابن الداعي إلى الله وأنا ابن السراج المنير وأنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله هذا هنا ضمنا انطه وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأنا من أهل البيت الذي كان جبرائيل ينزل عليهم ومنهم كان يعرج وأنا من أهل البيت الذي افترض الله مودتهم وولعيتهم الكثير من هذه مذكورة في هذا البحث الذي بين أيدينا وأما الوقت ضاق عندي بعد مني ضيق الوقت لا بد أن ننهي المبحث الثاني المبحث الثاني احتجاجات ومناظرات الإمام الحسن وشنو أثر على الآخر وأثر على الآخر انطلق فن الاحتجاج والتأثير على الآخر من بيت الرسول صلى الله عليه وآله فكانت مدرسة البلاغة والبيان والاسلوب العذب بالإقناع واحتج الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على القوم بأنه أولى بالأمر وأحق به منهم وكذلك احتج عليهم لما أخذ أمير المؤمنين عليه السلام قسرا ليبايع أبا بكر قال له القوم بعنف بايع أبا بكر فأجابهم وهو ثابت الإيمان والعقيدة وصاحب الحق في الولاية قال أنا أحق بالأمر منكم لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليه بالقرابة من النبي صلى الله عليه وآله وتأخذونه مننا أهل البيت غصبا ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر بالأمر منهم لما كان محمد صلى الله عليه وآله منكم فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتجتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا فبوءوا وأنتم تعلمون رحمة الله على باقر شريف القرشي هاي التعليق وأنه حديثي بخورة وقذر علق على هذا الموضوع تعليق لطيف في كتابه حياة الإمام الحسن سلام الله رحمة الله على القرشي يقول وسلك الإمام هذا آخر ما عندي أقوله وسلك الإمام بهذا الاحتجاج الصارم الطريقة التي سلكها المهاجرون أمام الأنصار من أنهم من أنهم أمس الناس أمس الناس رحما برسول الله صلى الله عليه وآله وهذا الملاك الذي هتف به المهاجرون واتخذه وسيلة لتحطيم آمال خصومهم موجود في الإمام عليه السلام على النحو الأكمل فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وزوج ابنته وما وسع ابن الخطاب أمام هذا المنطق إلا أن يسلك طريق العنف وهو طريق من يعوزه الدليل والبرهان لذلك أهل البيت عندهم الدليل وعندهم البرهان فإذا أرادوا أن يحتجوا يحتجوا بالحوار الثقافي والحضاري الذي هو منطقه من القرآن الكريم وبودي كان لكن بعد انتهى لها أي بعد ما لحق ما لحق الله يحب فأقول قولي وأنا أقدم بين أيديكم هذا البحث البسيط وأنا قلت وسبق ما قلت وحقيقة من ضمن الوصايا اللي أوص بيها وأنا أمام المتولي الشرعي دام عزه أقول بودي أن يكون هناك مؤتمر للحوار لثقافة الحوار لثقافة الحوار ثقافة الحوار بمواقع التواصل الاجتماعي ثقافة الحوار الأسري ثقافة الحوار المؤسساتي ثقافة الحوار عند أهل البيت مئة المئة مئة في المئة ثقافة الحوار عند أهل البيت فهو المنطلق لثقافة الحوار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لجناب الدكتور حمزة حسن أحسن 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 بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة ابتداء أريد أن أشير وأفتخر بما تقوم به العتبة العباسي المقدس متمثلتهم بسماحة علامة سيد الصافي لا ليكون أني أعمل وأنتمي العتبة وبكل فخر لكن الحقيقة أقول دائما هذا استحقاق أن العتبة العباسية متمثلتهم في السيد تفاجئنا بهذه المؤتمرات القيمة التي تثري المكتبة الإسلامية العامة والشيعية خاصة وتثري الفكرة الإنسانية خصوصا الشيعي فبالنسبة للدكتور حمزة الله يحفظه فيما يتعلق بالحوار أعتقد أنه لا بد من أضافة ما هي أدوات الأقنع نحن جدا نحتاجه يعني مثلا الحوار الغضيط كما ورد عن المعصومية علامة السلام الإنسان بالغضيط الحق مات يعني ترماع يعني نحتاج أنه ما هي أدوات الأقنع بالحوار النقطة الأخرى أنا لأعلم لو تكون تخصيح حاصل لأنه الحوار المصادق اللي يبدأها الدكتور بعضها يعني أمر بعضها التماس بعضها ربما يكون يعني المقصود بالحوار أنه النقاش بمسألة معينة بين يعني أفراد قلنا نقول متقارمي بالفكر أما أنه الكلام والجليل هذا تنزيل أعتبر مو حوار نعم هو أظهر القرآن أضربه ذلك فقضي شون المصادق اللي أبدأها الدكتور الحفظ ما كانت حوار وأنها دخلت به أنواع أخرى من الكلام وهذا جزاكم الله خير وأمر جزا حسنتم جناب الشيخ جزاكم الله خير جزاكم جزاكم جزاكم